التغير المناخي شبح يهدد حياة الملايين حول العالم وصاحب التأثير الأقوى على مجريات الاقتصاد العالمي ما يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لكبح جماح الظاهرة التي تتزايد بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة منظمة كيتز رايتس غير الحكومية أطلقت نقوص الخطر تجاه تدعيات تغير المناخية مؤكدة أنها تهدد مليار طفل حول العالم خاصة وأن مستويات معيشة القصر في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي المنظمة المعنية بحقوق الطفل كشفت أيضا أن 820 مليون طفل معرضون بشدة لموجات الحرة في حين يتعرض واحد من كل ستة أطفال لخطر الأعصير داعية قادة دول العالم الذين سيكتمعون في قمة المناخ كوب 27 في مصر الشهر المقبل إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل تغيير هذا الواقع ورغم تدعيات السلبية المتلاحقة والملحوظة على أرض الواقع جاء استطلاع لرأي أجرته مؤسسة جالوب بأكثر من 125 ألف مقابلة في 121 دولة لأن أقل من نصف المستطلع رأيهم فقط أكدوا أن التغيرات المناخية تتمثل تهديدا بالغ الخطور على دولهم على مدى السنوات العشرين المقبلة كما أشار المسحو إلى تراجع الإحساس بخطورة التغيرات المناخية بمقدار نقطة ونصف النقطة المئوية عالميا الأمور لا تقف عند هذا الحد فقد أشارت دراسة أجراها معهد الاقتصاد والسلام في 228 دولة ومنطقة إلى أن 750 مليون شخص حول العالم متضررون حاليا من سوء التغذية وتبعات تغير المناخ وزيادة تضخم والحرب في أوكرانيا التي ستفاق منعدام الأمن الغذائي في المستقبل وهو ما يتطلب زيادة التوعية العالمية بمخاطر تغير المناخية وتعاون دولي لمكافحة تداعياته وهو الأمل الذي تنشده الدول العالم والشعوب الواعية والمنظمات الحكومية والدولية من مؤتمر المناخ كوب 27